موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع شخصية جديدة خالدة في تاريخنا الإسلامي الكبير هو مؤسس إحدى الدول الإسلامية العظمى الثلاث التي تعاقبت على الخلافة الإسلامية وبهذا ارتبط تاريخ طويل باسمه وعائلة عريقة عرفها المسلمون جميعا في المشرق والمغرب إنه الرجل الذي بدأ البذرة القوية للدولة العظيمة التي ستحكم ثلاث قرات وتقاتل في أربعة جهات ويستأنف جنودها فتح البلاد بعد توقف الفتوح زمنا طويلا ليدخل الإسلام بفضل هذه الدولة في دين الله أفواجا هذه الدولة وقفت حاجزا ضخما أمام التمدد الصليبي وحاجزا ضخما أمام التوسع الصفوي وبفضلها بقيت البلاد العربية عربية وهي الدولة التي حققت حلم المسلمين الذي عجزوا عن تحقيقه طوال ثمانية قرون لا شك أنكم عرفتموها وعرفتموه إنها الدولة العثمانية وإنه السلطان الغازي عثمان مؤسس هذه الدولة والذي توفي في مثل هذا اليوم 21 رمضان من سنة 726 للهجرة تعالوا نحقي قصة في البداية يجب أن أتلطف وأنا أصدمكم هذه الصدمة فالواقع المعروف تاريخيا عن السلطان عثمان قليل جدا صحيح هو مؤسس الدولة العثمانية العظيمة ولكن من الذي كان يعلم الغيب في ذلك الوقت فيعرف أنها ستكون عظيمة إلى هذا الحد فيكتبوا تاريخها طبعا أنا عارف أنه يدعي الآن مسلسل طويل عن السلطان عثمان ومن قبله مسلسل آخر عن أبيهر طورل لكن المعروف تاريخيا عن هذين الشخصين قليل جدا طبعا نحن هنا في حلقة قصيرة سنحاول أن نلفت النظر لأهم المذكور عن السلطان عثمان رحمه الله السلطان عثمان ولد في عام 656 للهجرة من يتذكر منكم يتذكر أن هذا العام هو نفسه العام الذي اجتاح فيه المغول بغداد وأسقطوا فيه الخلافة العباسية وهذا يعلمنا هذا الدين لا ينقطع وأنه منصور وأنه مهما كان هناك لحظات للحزن فإن ثمة عظماء يولدون في هذه المحنة فيغير الله بهم أحوال المسلمين هذا درس يجب أن نستحضره دائما عند اللحظات المؤلمة الدولة العثمانية نفسها هذه الدولة العظيمة هي إحدى ثمرات وإحدى نتائج محنة المغول الشديدة نحن تحدثنا في حلقة سابقة حلقة يوم 11 رمضان لما تكلمنا عن شخصية جينكيس خان والذي كانت وفاته نعمة رمضانية أيضا في 11 رمضان لما تحدثنا عن المغول وذكرنا اكتساح المغول للمناطق الموجودة في آسيا فمن بين موجات الهجرة والنزوح التي فرت من وجه المغول كانت قبيلة قايي هي قبيلة تركمانية التي كان فيها جد صاحبنا عثمان مؤسس الدولة هذه القبيلة قبيلة قايي انتقلت إلى الأراضي السلجوقية التابعة لسلاجقة الروم يعني انتقل بعضها لا أقول طبعا انتقل كلها فانتقل بعضها إلى الأراضي السلجوقية يعني طبعا سلاجقة الروم كانوا يحكمون قسما كبيرا من الأناضول المعاصر وهناك يعني سمح لهم السلاجقة بالإقامة في هذا الموطن الذي صار فيما بعد مركز انطلاق الدولة العثمانية الدولة السلجوقية لما سمحت بهذا فهي بالفعل يعني سمحت أو منحت الحياة للدولة التي سترثها وستزيد عليها أيضا في الفتوحات الإسلامية تجاه الجبهة الرومية التي هي الجبهة البيزنطية الدولة العثمانية منحت إمارة للدولة السلجوقية منحت إمارة لعثمان وهذه الإمارة كانت على الحدود وسرعان ما تحولت بفعل عقيدة الجهاد وروح البطولة إلى إمارة غازية تشن الغارات على الانقلاع والحصون البيزنطية طبعا ساعدها على ذلك في واقع الأمر أن هذه المناطق البيزنطية أيضا يعني كانت قد ضجت ضجت من الضرائب التي أفرضها الإمبراطور البيزنطي وحتى أنه يعني من ضمن المدونات التاريخية مؤرخ بيزنطي كان معاصر ذلك الوقت اسمه باتشيميرز هذا الرجل يذكر أن هذه الضرائب هو هذه الضرائب التي أفرضها الإمبراطور البيزنطي كان أحد أسباب ميل أهالي هذه المناطق إلى الأتراك الذين راحوا يقدمون لهم المساعدات يعني هذا لفظه راحوا يقدمون لهم المساعدات بل يذكر هذا المؤرخ باتشيميرز أن الأمراء البيزنطيين الذين كانوا يحكمون القلاع والحصون شكلوا فرق مرتزقة كان اسمها قتان لانلي هذه الفرق شكلوها للتصدي للأتراك وغارات الأتراك لكن هؤلاء الفرق أنفسهم وهؤلاء الأمراء سرعان مختلفوا مع الدولة البيزنطية وتحولت علاقتهم بعثمان يعني هم كانوا أعداء لعثمان لكن فيما بعد سأت علاقتهم بدولة البيزنطية وتحولت علاقتهم للصداقة مع عثمان وهذا ما ساهم في تفكك هذه الفرق العسكرية التي شكلوها وتسبب في انفتاح مساحة كبيرة أمام سيطرة المسلمين طبعا عثمان يعني أحد المناطق المهمة التي فتحها هي منطقة تسمى قراج حصار هذه المنطقة لما فتحها أطلق عليه لقب الغازي هي الآن يعني إلى الغرب قليلا وتعتبر في أحواز مدينة إسكيشاهير المعروفة في تركيا الآن هذه القبيلة التي يقودها عثمان كانت تسيطر على نستطيع أن نقول المساحة الحدودية اللي بين إسكيشاهير وبورصة استطاع عثمان بجهوده وبجهود المقاتلين معه من بقية العشيرة أن يؤسس الإمارة حدودية في منطقة سقاريا الوسطى مما أدى إلى استقرار المسلمين في هذه المناطق أن الإمبراطورية البيزنطية أيضا في ذلك الوقت كانت تعاني من حروب ومن انقسامات داخلية لمدة عشرين سنة العشرين سنة دول هم آخر عشرين سنة في حياة عثمان اللي هم طيحنا قلنا عثمان توفيها 726 هجرية يعني تقريبا من بين 707 هجرية إلى 726 السنوات الأخيرة من حياة عثمان كانت الدولة البيزنطية مشغولة فهذا أيضا ساهم في ترسخ المسلمين عثمان طبعا تولى هذه القبيلة بعد قيادة أرتغرل وكان بطلا شابا ساعتها كان في 24 من عمره يعني هو تولى سنة 680 هجرية ولما كان في الثانية والثلاثين من عمره السلطان علاء الدين اللي هو السلطان السلجوقي صاحب سلاجقة الروم منحه شارات الإمارة التي تشبه أن تكون يعني ليس فقط اعترافا رسميا ولكن قدر أيضا من الاستقلال الذاتي التابع في عمومه للإمبراطورية شارات الإمارة دي كانت يعني علم راية وشارة وطبل وفرمان سلطاني يعني تقاليد معينة المهم أنه هذا يعتبر يعني اعتراف به أميرا تابعا للسلطان السلجوقية على ما تحت يده وعلى ما يستطيع أن يمد إليه نفوذه فيما بعد طيب السؤال هنا الذي يتكرر هذا عثمان متى بزغت الدولة العثمانية إلى الوجود يعني متى نستطيع أن نقول أن هذا هو تاريخ الدولة العثمانية طبعا يحصل خلاف بين المؤرخين في هذا على كل حال أرجح الأقوال أن هذا كان في سنة 699 للهجرة وهذا الذي يوافق سنة 1300 ميلادية هنا يجب أن نتذكر أيضا ما ذكرناه في الحلقة الخامسة من هذا البرنامج لما تناولنا معركة شقحب في هذه الحلقة تحدثنا عن غازان خان السلطان المغولي القوي وأيضا الشاب الذي كان يحكم المغول الأيل خانيين في إيران نحن أن المغول انقسموا أربعة أقسام قسم الصين قسم وسط آسيا قسم قبلة الذهبية ثم غازان هذا هو الذي انتصر عليه المماليك في معركة شقحب وهو الذي عصر شيخ الإسلام المتيمية وكانت بينهم المواجهة التي ذكرناها غازان هذا كان له وقائع يعني هو بعدما غاز الشام كان له وقائع هزم فيها الدولة السلجوقية التي كانت تحكم وسط الأناظول وأسر فيها السلطان على الدين كايكوباذ هذا السلطان يعتبر آخر السلاطين الفعليين للدولة السلجوقية فلما اعتقل هذا السلطان وتعتبر الدولة السلجوقية قرضت أو انتهت بهذا فمن هذا التاريخ برز عثمان كزعيم قوي مستقل وبايعته زعماء القبائل وهذا التاريخ يعتبر هو تاريخ تأسيس الدولة العثمانية إلى الحد أنه طبعا لأنه يعني الكلام ده كان 699 هجرية أنتم تعرفون أنه يعني العلماء حين يتحدثون عن مجدد القرون فإنهم يتلمسون أن يكون هذا المجدد على رأس المئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل مئة يعني من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فبعض المؤرخين قال والله طالما أنه عثمان يعني بدأ هذه الدولة في سنة 700 للهجرة فبالتالي هو يعتبر مجدد القرن الثامن الهجري ومن هؤلاء الذين ذكروا هذا اللطف باشا ولطف باشا هذا كان الصدر الأعظم الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء أو الوزير الأول في زمن سليمان القانوني والحقيقة هو صاحب علم بالشرع وبالتاريخ وله رسالة مشهورة عن صحة خلافة العثمانيين المهم مما يثير الإعجاب بل ويثير دهشة المؤرخين في عام العثمان أن هذا الفتى هذا الشاب الصغير حول عشيرة صغيرة لا يتجاوز تعدادها 400 شخص إلى بذر الدولة عظمى ويعني أنهم حتى منذ أن كانوا بهذا التعداد تجرؤوا على مواجهة الإمبراطورية البيزنطية اللي هو الروم هذه الإمبراطورية العتيدة العريقة وبدأوا في مناوشتها وبدأوا في اقتضام القلاع منها يعني عثمان استلم الدولة من أبيه مساحتها أقل من 5000 كم حوالي 4800 كم مربع ولما توفي المساحة دي كانت تضاعفت أكثر من ثلاث مرات يعني بلغت 16000 كم مربع كيف حصل ذلك هذا ما نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل وابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرنا لكم قبل الفاصل أن عثمان ورث من أبيه مملكة مساحتها 4800 كم مربع وأنه حين تركها كانت قد بلغت 16000 كم مربع يعني أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التي تركها فهذه يعني وكانوا عشيرة قليلة 400 واحد فكيف بلغوا أن يواجهوا الدولة البيزنطية هذه المواجهة الحقيقة هذا السؤال مما أثار دهشة المؤرخين وبالتالي بدأ المؤرخون حاولون تفسير هذا الموضوع بعض المؤرخين نفسر هذا بأنه يرجع أساسا إلى قوة إيمان هؤلاء الأتراك وقوة حماستهم لهذا الدين ولا سيما القوة الروحية والتدين الصوفي الذي كان سائدا بينهم وطبعا هذه الحماسة إذا أنتم قرأتموها في كتب المؤرخين الغربيين أو المستشرقين فستجدونها تحت معنى التعصب التعصب والقصوة وهكذا أنهم يعبرون بهذا عن معنى الحماسة الدينية بعض المؤرخين الآخرين يفسر هذا التقدم بسبب سياسة التسامح مع النصارى وهذه السياسة التسامح من الأتراك المسلمين مع النصارى كان ضد ما تفعله الإمبراطورية البيزنطية معهم في ذلك الوقت فبالتالي اجتمع الضدان فجذبت القلوب القلوب الناس إلى هؤلاء الأتراك وتسارع امتزاجهم بهم لا سيما أن الدولة العثمانية طبعا كانت تعتبر كل من أسلم أخا يعني الدولة العثمانية ليست مؤسسة على العرق التركي أو العنصر التركي بل على العكس بالمناسبة كلمة عثماني في التاريخ تعني صاحب الولاء للدولة العثمانية وليس فيها معنى الأتراك لأنه كثير جدا من حاشية الدولة ورجالها كانوا من الأرناؤوت والبشناق وحتى العرب والأكراد فالأتراك كعرق لم يكنوا مبرزين في جهاز الدولة أو في حاشية الدولة فالدولة العثمانية لم تكن مؤسسة على اعتبار العرق والعنصر ومن أشهر الحكايات التي تروى في هذا في مسألة السماحة أنه الوالي البيزنطي على المنطقة المتاخمة لنفوذ عثمان حاول أن يأخذه بالغدر يعني حاول أن يغتاله فأرسل إليه دعوة لحضور زفافه على أميرة لكن حامل هذه الدعوة اسمه ميخايل اسمه كوسا ميخايل حامل هذه الدعوة وهو يحملها إلى عثمان أفضل عثمان بنبأ المكيدة وبهذا الكمين الذي يعد له فعثمان اتخذها فرصة ويعني أعد كمينا مقابلا واستطاع أن يجهز جيشا لكي يفتح به قلعة سمى قلعة بلاجيك وقلعة أخرى اسمها إن نا جول يعني هاتان القلعتان استطاع أن من خلال علمه بهذه المعلومة استطاع أن يجهز جيشين لفتحهما ونجع أيضا من الكمين الذي كان يعد له وكان من غنائمه في تلك الليلة العروس يعني الأميرة التي كان سيتزوجها هذا الوالي نفسه وهذه العروس زوجها لابنه السلطان أرخان فيما بعد وأنجبت له السلطان مراد الأول المهم القصد هنا يعني أن هذا الرسول اللي هو كوسا ميخائيل والذي أطلع عثمان على المكيدة يرجع السبب في وفائه لعثمان لما رأاه منه من عدل ووفاء وفيما بعد هو نفسه أسلم وصار عميد عائلة عرفت في التاريخ العثماني باسمها المسيحي عرفت باسم كوسا ميهال أغلو فأي ميهال أغلو يعني أصلها ميخائيل أغلو فالمهم هذا نموذج على ما فعلته سياسة العدل والوفاء في مقابل سياسة الظلم والجفاء من البيزنطيين هذه السماحة طبعا أيضا إذا قرأتموها عند المسشقين المؤرخين الغربين أحيانا يسمونها مرونة أو براغماتية أو نفعية وحتى دونالد كوارتر هو رجل مؤرخ صاحب كتاب الدولة العثمانية قال مما أسهم في توغل العثمانيين وانتشارهم في ربع أسياسورة سياستهم البراغماتية ومرونتهم التي استقطبت الكثير من السكان بصرف النظر عن دياناتهم وطبقاتهم الاجتماعية هناك تفسير ثالث يفسره بعض المؤرخين أيضا وهم يفسرون هذا الانتشار والتوسع بقوة نشاط الدعاء الذين كانوا يصحبون الجيوش ويخلفونها الدعاء الصوفية كانوا مندرجين في جماعات يطلق عليها الآخيين الآخيين مثل كلمة الإخوة أو الإخوان في لفظنا العربي وهؤلاء كانوا يهتمون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وكانوا يراقبون الأسواق ويقيمون العدل وهذه الجماعات لها جذور تمتد في تاريخنا الإسلامي في فكرة الفتوة طبعا هذه الفكرة انتشرت قبل ذلك في الديار الإسلامية في الشام وفي العراق وحتى في الدولة السلجوقية أيضا فهم أشبه يعني بالحركات الإسلامية في زماننا هذا دعاء متطوعون أمرون بالمعروف وناهون عن المنكر هذا الموضوع من الموضوعات المتميزة التي يعجب جدا من يقرأ تاريخها في الدولة العثمانية لأنها استطاعت مسج عملها في تقاليد المجتمع بحيث صارت القيم الإسلامية جزءا من حياة أصحاب الحرف والصناع في هناك أيضا عامل يجب أن لا ننساه رغم أنه ينظر أن يشير إليه المؤرخون وهو فضل الممالك الهزيمة التي أوقعها الممالك بغازان في شقحب يعني حتى إنه مات كمدا كما ذكرنا بعد أقل من سنة من هذه الهزيمة هذه الهزيمة كسرت المغول كسرة كبيرة وذكرنا في حلقة شقحب كلمة الصفدي فهؤلاء المغول الذين أسقطوا الدولة السلجوقية عمل الممالك على إثارة الولايات الموجودة في شرق الأنضول ضد المغول فذلك المجهود المملوكي وفر الوقت والفرصة لعثمان لكي يفتح الأنحاء البيزنطية دون أن يكتني فهو خطر شديد يهدده من قبل المغول فنستطيع أن نقول أن عثمان كان آمنا بفضل مجهود الممالك من جهة الشرق وكان أيضا آمنا إلى حد ما من جهة البيزنطين بفضل الخلافات الداخلية وطبعا مع القوة والحماسة وعمل الدعاة كان هذا مما وسع سلطنته المؤرخون العثمانيون يحبون أيضا التركيز على الشخصيات الدينية التي يسمونها الفاتح المعنوي أو المؤسس المعنوي أنتم عارفين يذكرون مع كل سلطان عثماني أصحاب الفضل عليه في التربية أو الرعاية الدينية أو التوجيه الديني للجيوش فمثلا دائما يذكرون جلال الدين الرومي مع أرطغرل وأقشم سيد دين مع محمد الفاتح فالمهم أنه كما أن عثمان هو مؤسس الدولة العثمانية فكذلك يذكرون معه المؤسس المعنوي الذي هو الشيخ يكتب الدبالي الدبالي ويترجم أحيانا إلى أدب عالي أو أديب علي فلكن هو يكتب الدبالي في الكتابات التركية خصوصا وأن هذا الشيخ عثمان تزوج ابنته وابنته كان اسمها رابعة هذا الشيخ هو من علماء الأحناف ودرس في الشام وكان متصوفا على الطريقة الوفائية وهي فرع من الشاذلية وتعرف حين عاد إلى الأنضول على عثمان ونشأت بينهما العلاقة وهذه العلاقة أثمرت زواج عثمان من ابنته وبعض المؤرخين طبعا يذكر رؤية مشفورة مشفورة في التاريخ وإن كان عند التحقيق لا يمكن تحقق من صحتها يعني أن عثمان رأى قمرا خرجا من صدر الشيخ فوقع في صدره ثم نبتت منه شجرة ظللت الأرض وجرت فيها أنهار دجلة والفرات وهذه الرؤية أولها الشيخ بأنه ينجب نسلا يملك العالم وأنه يزوجه ابنته فهذا الشيخ يعتبر هو أول قاضي ومفتي في الدولة العثمانية على كل حال المهم أن نعرف أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية عظيمة وأن لها كثير من الإنجازات لكن إذا توقفنا عند أعظم هذه الإنجازات لدولة العثمانية سنجد ثلاثة إنجازات كبرى الإنجازة الأول أنها فتحت القسطنطينية وهذا حلم المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قال النبي تفتح القسطنطينية ورومية قالوا يا رسول الله أيهما أولا قال مدينته هرقل يعني القسطنطينية منذ ذلك الوقت فالمسلمون يحاولون ولم يتيسر لهم هذا الفتح إلا بالسيوف العثمانية على يد محمد الفاتح مسألة فتح القسطنطينية هذه مسألة كبيرة ضخمة لأن الدولة البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطينية كانت هي العقبة الكأود أمام انتشار الإسلام في أوروبا وهي التي يعني صمود القسطنطينية لـ 800 سنة هو الذي أتاح لأوروبا الغربية أن تنهض يعني لو تصورنا أن القسطنطينية فتحت في عهد الدولة الأموية مثلا لا تصورنا أن كل أوروبا كانت ستكون مسلمة هذا الصمود الذي استمر إلى ثمانية قرون هو الذي أتاح الفرصة لأوروبا الغربية أن تنهض مرة أخرى وتقوى وينقلب بنا الزمن وتصير متفوقة ففتح القسطنطينية الحلم الكبير هو أحد أعظم إنجازات الدولة العثمانية الإنجاز الثاني أنها فتحت شرق أوروبا فشرق أوروبا البلقان وهذه المناطق الشرقية لم يصلها الإسلام عبر الجيوش الفاتحة أبدا وإنما فتحها العثمانيون ودخل الناس في دين الله أفواج لما رأوه من أخلاق المسلمين فالدولة العثمانية استأنفت الفتوح في حقيقة الأمر من بعد ما كانت الفتوح قد توقفت لزمن طويل نحن نتكلم على مرحلة القرن الثامن الهجري والقرن التاسع الهجري والقرن العاشر الهجري وكانت الفتوحات تقريبا استقرت من القرن الثاني أو الثالث الهجري على أقصى حد والإنجاز الثالث وهو حماية الديار العربية المشرقية لا سيما مصر والشام والعراق الدولة العثمانية لقوتها حين نقلت خط الصراع إلى أنها تحارب في شرق أوروبا وتحارب في البحر المتوسط عند سواحل الجزائر والمغرب وتحارب في الخليج عدن والخليج العربي وحتى في الهند حين مددت الدولة العثمانية خط الصراع بقي قلب العالم الإسلامي في أمان يعني مصر والشام والعراق بقيت لحوالي ثلاثمائة سنة وهي في أمان تام لا تعاني تهديدا بينما كان في أواخر عهد المماليك كانت هذه الديار مهددة يعني كان الإيطاليون أهل جنوى والبندقية كانوا يهاجمون السواحل المصرية وكان الإسبان والبرتغال يتوغلون من طريق رأس الرجاء الصالح يدورون حول قارة إفريقيا ويدخلون إلى البحر الأحمر ويغيرون على سواحل جدة وعلى بعض السواحل المصرية فهذا الإنجاز العثماني الذي وسع دائرة الاحتكاك والصراع بين الغربيين وبين المسلمين وبين المسلمين احتفظ بالدول العربية عربية لأنه في ذلك الوقت كان الاستعمار الإسباني البرتغالي استعمار إبادة ونرى ما فعله في أمريكا اللاتينية فحفظ الديار العربية عربية وكذلك من جهة العراق حفظها من الصفويين فهذه الإنجازات الكبرى الخالدة هي إن شاء الله في ميزان السلطان الغازي عثمان الذي توفي في هذا اليوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا بوفاته وأن يخلف علينا خيرا منه ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة